طبعا بالحادثة اللي حصلت في الغردقة حادثة القرش اللي يعني أكل السائح الموجود في الغردقة كان في حالة من الزعر موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي والمشكلة ان احنا بنتناول الحوادث دي بشكل بنبقى متخيلين وعادي لكن تناولها على السوشيل ميديا بالشكل ده وانه ناس كتير عملت شير للفيديو اللي اكيد ناس تانية كتير قلبها ما يستحملش تشوف فيديو زي ده الحوادث دي لما نتكلم عنها فاحنا هنا مية في المية احنا بنكلم عن الغردقة والبحر الأحمر اللي هي السياحة في مصر اللي الناس هناك يعني رزقهم وأكل عيشهم كله السياحة وعشان كده البلد كلها مبارح كانت يعني وقفة بتحاول انها تحل الازمة دي بما فيهم الصيادين بما فيهم كل المسؤولين القائمين على هذه الازمة بالتأكيد حادث مأساوي كبير لكن لازم نفهم ونعي ان الحوادث دي في مصر حوادث ندرة ويمكن حضراتكم تقولولي ازاي حادثة ندرة ده احنا السنة اللي فاتل كان عندنا واحدة ايوة ما احنا يعني خلال كل السنين اللي فاتل كان عندنا كم حادثة فيه احصائيات واحنا نرجع لده لانها احصائيات دولية بتتكلم عن حالات هجوم القرش في السنة اللي فاتل على وجه التحديد نروح لأمريكا دي الدولة الأعلى دولة رقم كان فيها 41 حادثة السنة اللي فاتل زي ما بنعرض لحضراتكم على الشاشة ده بعدها استراليا كان فيها تسع حالات مصر كان فيها حالتين وجنوب أفريقيا كان فيها حالتين يبقى زي ما بقول لحضراتكم حادثة ندرة يبقى لازم يكون فيه وعي اه احنا بننشر ده علشان يعني نقول ايه اللي بيحصل او نحضر حد موجود في الغردقة ما هي الشاطئة اتقفلت على طول الدولة على طول اتحركت لكن لازم يكون عندي وعي انه فيه لجانة الكترونية موجودة بتستخدم ده علشان تضر بالسياحة اللي هي فتحة بيوت ناس كتير جدا الناس دي ما صدقت انه السياحة ترجع بالشكل ده احنا كلنا بنفرح لما نشوف سياح من كل الدول يعني الدولة العربية ودول أجنبية بقت موجودة في مصر وعلى وجه التحديد الغردقة وشرم الشيخ وكل البحر الأحمر دي وجهة سياحية مهمة جدا 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 نرجع للحدثة ونتكلم كده في مسألة انه ليه القرش ممكن يهاجم البشر رغم ان ده مش السلوك الطبيعي لسمكة القرش ايه اللي بيحصل وليه الظاهرة دي موجودة وهل هي اصلا طرقة لكلمة ظاهرة عندنا في مصر ولا الموضوع ايه هل التغيرات المناخية لها يد في الموضوع هنفهم دلوقتي مع المتخصصين معنا على التليفون دكتور عمر زكالية رئيس المعهد القومي للبحار مسألة خير على حضرتك يا دكتور وابرز ملاحظاتك لحادثة القرش في الغردقة وعلى وجه التحديد ليه ممكن السلوك ده يكون بيحصل وإحنا كانت شواطئنا وخصوصا شواطئ الوحر الأحمر شواطئ أمينة مسألة خير حضرتك ومسألة خير على أستاذ المشاهدين جميعا وأنا شرفنا بغضة تكون مع سيادتك ومع أستاذ المشاهدين لتوضيح الأمر موضوع أسماك القرش والله حدثة اللي حصل بس لازم نرجع حضرتك لبعض المعلمات المهمة لحضرتك قلتيها يعني مهيروات مهمة جدا لحضرتك قلتيها لازم نعرف أن أسماك القرش موجودة قبل الإنسان يعني من الملايين السنين وكان الغيزة بتاعها لا تحتمد على الإنسان النهائي دي أول نقطة بتاكل أسماك القرش حضرتك الكائنات البحرية السديات البحرية والسلاحف وأسماك الصغيرة الموجودة في المناطق طيب يا دكتور عمر يمكن التغيرات المناخية وأنا بسأل حضرتك هنا تؤثر على الكائنات المائية اللي بتكلها القروش فده بيغير سلوكها تمام حضرتك إذن الطبيعة الوضع الطبيعي الأسماك القرش لا تهاجم الإنسان أو بتحب أكل الإنسان ده رقم واحد النقطة الثانية بهم جدا إيه اللي بيحصل بقى حضرتك يعني حضرتك زي حضرتك مثلا أنا بس كنتم وضع نقطة زي موضوع الكلف الشارع حضرتك الكلف الشارع لا تهاجم الإنسان ولكن فيه كلبه معين حصلت له سلوكه تغير أو الخصوات بتاعته تغيرت أو تعرض لطروف معينة نتجة لمسبب مان صحيح معنى كده حضرتك أن الناس مش هتنزل الشارع يعني الناس مش هتنزل الشارع يعني فيه كلب من ألاف الكلاب موجودة طيب ما هو ده يا خدني يا دكتور عمر أن أنا أسألك أنه الناس عندها حالة زعر وطبعا ده طبيعي لكن مسألة معدل تكرار الحوادث ده في مصر يقدر يحولها الظاهرة ولا إحنا بعيد عن الموضوع ده علشان نطمن الناس طيب حضرتك نتقارن بنا وبين العالم يعني أمريكا إلاج حتى بتحصل حوالي في حضرتك السنوية كتير عندهم في إلاج اللي هو في موجود في خليج العقبة الأمريكا حضرتك المعدلات كما حضرتك ذكرت أربعين واحد الأبرج السنة لفاتت هل هما دي نتيجة سوكيات بتتغير بعض أسماك القروش الأسباب كتيرة حضرتك الأسباب الكتيرة دي حضرتك منها ده ما حاجت بتقولي كمان تغيره المناخ يعني تغيره المناخ خضرتك معنا كده أن عملية الأعشاب والنمو والتيجتة أسماك السبيرة في المناس دي بتقل في البحار معنا كده أن الأسباب الصغيرة التي بتتغذى على المناطق التي فيها الأعشاب والأعشاب البحرية بتقل معنا كده أن حجم الجزة اللي بتحتاجه الأروج بيقل وبتبع هنا في الحالة دي إنهو بيبقى في حالة جوا يعني مثلا حضرتك النسبة القرص بتحتاج تقديق هذه كبنية يحتاج من 1 إلى 10% من وزنه يعني لو الوزن تأثر من حضرتك أو 1000 كيلو يبقى محتاج يأثر من 10 إلى 100 كيلو من الأكل يومي إذن هذا الوضع نفيدي تغيرات المراسية مفيش وجود هذا الحجم من الغزاء له فده إذن هيؤثر على تغير السلوك بتاعه إن حضرتك زي الإنسان لو الإنسان وهو تحضرتك إنسان وهو شبعان غير وهو جعان وغير ما هو محتاج أنه يلاقي أكل فيتغير سلوكه تبقى لإحتاجاته للأسر رقم 1 رقم 2 حضرتك المتسلم إنه هو حسب بعض الثرفات والسلوكيات اللي بتحصل نتيجة الأحمال مثلا مراكب بيتنق الماشية في البحار وبيتنقر من هنا لبنحصل نفو لبعض الماشية وبيترنيها في البحر بيدي أحد القرش ديك والهذه الماشية سيتغير أوتوماتيك سيبدأ يتغير سلوكه وحصوصا لما يبدأ يتغير حضرتك وما يلاقيش الأكل الثانية اللي هو عايز فده تأثير نقطة تانية اللي حاصر حضرتك في منطقة السلوك البرد والبعض الصيادين حضرتك لما يجي عقلية التفزية بحاجات عشان فيها دم تجميع القروس الثاني يصيروهم ويستورو النقطة دي إذن ده بيؤثر بالسلم على سلوك الإرض طب كل ده حيرجع فيهم بالأكل حيرجع مرضوضه على ممكن حتى تحصل لما يجي قرش معايا مش لاقي الغازة بتاعه بيحصل هذا الوط في النقطة الأخيرة اللي كان مكنتش هو دي السبب إن هي القرش الأخيرة إنها في وضع الوضع البيت لها ده اللي بيفسر وجوده في المكان ده من المياه لا لا حضرتك ما كانتش الحالة دي خالص إن هي أصلا القرش إنها موجود في المحض القومي العلم والبحار والمصائف الحالية وبيتم عملية التحليل له بكل الخصائص وتحليل الكبد وتحليل المبيض والوضع التنسولي بتاعه والوضع الحجام والخصائص الفيزيكال بتاعته والخصائص البيولوجية بتاعته تحت الفحص بالضبط دي ده حضرتك فريق علم المتخصص برئاسة يعني الدكتورة صحر معنا والدكتور عيشام هاشم محمد هاشم فريق جامل جدا موجود والقرش النهاردة الهاجم الساح الموجود بالمعهد وبيتم تحليل كامل له بالخصائص ويتقدم تاريخ خلال 48 ساعة بكل التفاصيل لكن من دراسات المبدئية أنه دي سمكة أونسة حضرتك وما كانش وضعها في وضع البيت أو الوضع اللي احتاج الوضع أنها كانت في حالة مكانش يعني البطن كانت في حالة يعني مكانش فيها أكل بحجم كافي من الأكل اللي هي محتاجها الوضع الهجوم بتاع العساء اللي حصل فدي حاجات كلها حضرتك بتؤكد أن الأسباب الوضع التباية نوجد حضرتك حتى الوجهات اللي بيتفرغوا عليها الشهد المشاهدين أتلاقي الإرش في حالة غير طبيعية سرعة القرش حضرتك عشان نتخير أني سرعة القرش بتوصل حضرتك مجينة تلاتين لتمانية واربعين كيلو متر في الساعة دي المتواصل سرعة القرش سرعة القرش بيشعارك في حالة عدم التزان وبيلس ويردع وزي يدور سلوك غير طبيعي أثناء الحادث صحيح تضحت النقطة يا دكتور عمر دكتور عمر زكريا رئيس المعهد القومي للبحار شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا وطبعا احنا منتظرين المزيد من التصريحات بصدد الحادثة دي بعد ما يتم الكشف على القرش لظهور الأسباب وراء هذه الحادثة لكن بنأكد لحضرتكم أنها حوادث نادرة في مصر بالإحصائيات اللي احنا عرضناها لحضرتكم